أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية حجم الدمار الهائل في مدينة الرمادي وكشفت الصور عن تدمير أكثر من 3000 مبنى و400 طريق وجسر بالإضافة إلى ألاف القنابل والألغام المزروعة في المدينة تفاصيل نتابعها في هذا التقرير هكذا تبدو الرمادي بعد أن استعادتها القوات الأمنية من تنظيم داعش مدينة مشوهة وأكوام من الإسفلت والإسمنت والحديد أينما أدرت وجهك في جهاتها الخرابط على المدينة كلها الطرق السريعة والجسور وبواباتها العالية وبيوتها الجدران فيها آية للسقوط وعلى كل جدار عبارة تحذر من أن هذا المكان يحوي متفجرات قابلة للانفجار في أي لحوة ثمن النصر في الرمادي كان باهظا ومكلفا ثمن النصر كلف المدينة نفسها عمان من الحرب بين التنظيم والقوات الأمنية كانت كافية لتحول المدينة إلى حقل ألغام كبير ومقبرة جماعية واسعة في مشهد لا يبدو إلا مرعبا وأنت تشاهده من خلال الصور الآتية من هناك الدمار هائل في الرمادي وهو الأكبر من أي خراب حدث في مدينة استعيدت من قبضة التنظيم خلال الأشهر القليلة الماضية حيث كنت أعمل في قصة الرمادي تمكنت من زيارة المدينة مرات عديدة وفي كل مرة شعرت بالصدمة من حجم الدمار فيها بينما أمشي في الشوارع تبدو المباني والجدران كأنما تمزقت والطرق مقطوعة ومزدودة بالحفر الناجمة عن الغارات الجوية أو العبوات الناصفة الصور الملتقطة بالأغمار الصناعية تظهر تدمير أكثر من ثلاثة آلاف مبنى وما يقرب من أربعمائة طريق وجسر غير أن الخسائر لم تقتصر على هذا وحسب بل طالت الأرواح وهي الخسارة الكبرى فخلال المعارك التي كانت تدور رحاها في المدينة قتل أكثر من ثمانمائة مدني وأصيب المئات ممن لم تحصهم المنظمات الدولية أو دوائر الدولة الأخرى ففي الرمادي لم تكن هناك فرصة لوجود منظمات تحصي قتل الحرب والموت وحده من كان وما يزال آلاف القنابل والألغام غرسها تنظيم داعش في جسد المدينة منها من فجر وقتل ودمر ومنها ما ينتظر فالولايات المتحدة وتحالفها الدولي أسهم كثيرا في ذلك الخراب من خلال إلقاء أكثر من ستمائة قنبلة على المدينة غيرت ملامح الأرض ولونها مئات العوائل عادت إلى المدينة أملا بمزاولة حياة ممكنة لكن بعضها سقط في هوة الموت قتلا في انفجار المنازل الملغمة التي كانت تنتظر دخول أصحابها لتنفجر عليهم وما تزال آلاف العوائل نازحة وتخشى العودة فالخيمة أوسع من القبر وأكثر أنسا وأبعد عن خداع بعض الجهات التي تحاول التكسب سياسيا بعودتها إلى المدينة المنكوبة ترجمة نانسي قنقر